الحسد الحسد فأبسط تعريف ليه عبارة عن شعور نفسي عند الشخص الحاسد بيخليه يتمنى زوال الخير أو الرزق اللي جاله أو قوة أو إنجاز أو شغل أو ميزة تانية عند الشخص المحسود يعني الحاجات دي تضيع من الشخص المحسود وتروح للشخص الحاسد إنه يا رب خد منه الحاجة والديني أنا عايز الخير اللي عنده دي يروح منه وخلاص حتى لو مش هجيلي ومحدش فينا ينكر أبدا إن الحسد حقيقة وإنه مذكور في القرآن لكن الجدل والخلاف دايما هيفضل يحصل وناس تصدق وناس تقولك لأ مش كل حاجة وحشة ممكن نربطها بالحسد فيه ناس بتقول كده وفيه ناس تانية تقولك لأ أنا محسودة وحياتي بايزة والناس مش سايبيني في حالي ومركزة معايا لدرجة إنه لو واحد بيأكل وشيرق أو جرت لزغطة بيأكل بيجيبوا في سيرتي أو أنا شكلي محسود لو التاوب أنا مكنتش عارفها دي أنا بتتاوب كتير يبقى أنا محسودة معقول طب لو الحسد ممكن يأذي الناس في كل تفاصيل حياتهم للدرجة دي أنا ساعة بعض أفكر كده طب بيل جيتس ما جرلوش حاجة ليه طب أي حد من المشاهير والأغناء أو هو أفر يعني أي حد يجي في دمهكو طب ليه ما فلسش مثلا معه فلوس كتير قوي ده عنده جزيرة طب ليه ما جرلوش حاجة طب شاكيرة طب كريستيانو رونالدو محمد صلاح ربنا يحميه رب ويحافظ عليه يعني كذا حد فاهمت طب ليه هما مش هتقعدوا لك محسودين طب ما حصلت لهمش حاجة ضيعت منهم شهرتهم أو نجوميتهم أو حصل حاجة وحشة ليهم بس عايز أقولكو على حاجة هم دايما مثلا بيتباهوا بعربياتهم بيتباهوا ببيوتهم بيعودوا يتكلموا عليها ليل نهار على السوشيال ميديا وبنشوفها بس مش بتحصل حاجة دي بتزيد ما شاء الله اللهم بارك صح طب هل الحسد مثلا لناس وناس طب في حد بيتحسد وحد تاني ما بيحوقش فيه أعتقد إن السر كله في طريقة تفسيرنا للمشاكل والأزمات لما بنمر بيها طب ما تيجوا نشوف السبب الحقيقي يعني أحيانا بتبقى زنوب أو بتلقت وأحيانا بيبقى حسد يعني فيه ناس بنبقى فعلا عارفين إن عناهم وحشة وأحيانا بتبقى مثلا سوء تصرف بس أنا مثلا لو هحكي لكم على مواقف حصلت قدامي حد من قريبنا وكان فرحه فرحها يعني وعت قدامنا يعني هي عملة بتحضر ومش عارف إيه وعت قدامنا سنتينها اللي قدام دولك كسروا بالنص قبل الفرح بثلاث أيام لدرجة إن هي ما كناش عارفين نعمل لها نركب لها سيننا إزاي والحمد لله أنا ما وصلتش للعصب قعدنا نقول ده حسد ما عرفش إحنا كونا صح ولا لأ حد من صحابنا دايما كل ما يظهر ألاقي إنه فيه قبل مثلا عايز يتطلق دلوقتي هو لسه ما تجوزش يتكلم على العربية العربية بترجع على وينش أنا شوفتها بعيني أنا ما عرفش بس هو حد معروف يعني حد معروف وسطينا وبيزعلوا مني لما عود أقول كده بس أقولكو على حاجة ودي حاجة أنا عايزة خلاص أنهي بيها أنا كنت تعرف إن الحاسد بيبقى مكسوف من نفسه بس اليومين دول بقت بزيادة قوي أنا مرة تقالتلي ومش حبة حتى أقول من مين عشان إحنا على التليفزيون وممكن يزعلوا بس تقالتلي إنه ما أنت عندك كل حاجة أنت واخدة كل حاجة في الدنيا أنت كمان عايزة تتجوزي تخيلوا أعوذ بالله ولا الواحد لازم يضحك يعني يضحك على نفسه ويدحك على الناس أو يطلع يقول اللي عنده في البيت أقول أصلا عندي كذا في البيت عندي كذا في الشغل ولا ممكن يحسدوك على نعمة الرضا وهي أشياء نقصة بتكتمل برضاك أنا ما بقيتش عارفة أنا في حيرة زيكم الحسد موجود بس مش هفضل أربط بي كل حاجة بس لدرجة إن أنا لما تعبت وعيد في شعري لما كان عندي تعلبة ومبسوطة الناس كلها جمعا لا محد بيظهروا تعلبة بقى بيسألني وده يعني عادت قولي ربا هواهبها لله إنه أنا مش هتكسف إن أنا أقول كده لأنه هطلع أقول عشان الناس كلها تقولي يعني تسألني وأخد سوابهم الدكتر نفسه واحد من الدكاترة الكبار قوي في مصر قال إنتي محسودة ده حسد فيش حد بيطلع له 12 تعلبة في شعره مرة واحدة تقولوا يعني إيه ده أنت أهل علم قال لي أنا ما بهذرش معاك أنا بقولك الحقيقة فأنا النهاردة أنا في حيرة ما عرفش بس حسد يقتل؟ لا ما عرفش مستنيا كنتوا بقى لتبعتولي على السوشال ميديا وتقولولي بتصدقوا في الحسد ولا لأ الخناقات اللي بتحصل إنه لا أنت دي مش محسودة لا ما فيش حاجة اسمها كده ما تربطيش ده بالحسد يا بنتي زي ما انكرهم بيعملوا العروسة ويعودوا يعملوا عليها كده ويخزقوها كده زي ما بيقولوا أو نبخر نفسنا أو دلوقتي طبعا لازم تقرأ الأسكار ولازم تحصل نفسك ودائما يقولك لازم تربطها بمشاء الله اللهم بارك لازم يكون في حاجة فيها اللهم بارك أو الله أكبر عشان ما تحسدش غصبا عنك ومين الشخص اللي حواليكو اللي بيحسد حتى لو انت مش هتقولوا الاسم بس عايز أعرف يعني عملت فيه كوي باي باي